السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ابنة الفنان يوسف شعبان ترد على كل الكلام اللي عمال يطلع على وفاة والدها وكمان هصدمكم بانكم اول مرة هتشوفوها وهتشوفوا قد ايه ادبها واخلاقها واحترامها وهنشوف مرض كمان يوسف شعبان اللي الناس لما سمعت عن المرض ده قالت ده هو توفى هنعرف كل التفاصيل بس يا الله بتصلوا على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام طبعا يوسف شعبان مولد ستاشر سبعة سنة واحد وتلاتين عنده اكتر من تسعين سنة طبعا ممكن بحكم السن هو طبعا بمر ربعكات صحية شديدة كتير بس هو حاليا ما عندهوش غير بس تعب بسيط في الكلة ده ما يستدعيش ان الناس طلع عليه اشاعات وكلام انه هو اتوفى طبعا بنته لما سمعت كل الكلام اللي طلع عليها اللي طلع على والدها بالمناسبة دي بنته زينب اللي هي والدتها السيدة ايمان الكويتية هي خلفة اتنين زينب امراض دي زينب من دي زينب هو طبعا اتجاوز اربع مرات ليلة طاهر ويتجاوز اخت الملك فاروق كمان السيدة نادية اسماعيل وكمان اتجاوز يعني بالمناسبة كمان سهير رمزي واتجاوز السيدة سهان فتحي هو اتجاوز خمس مرات ولكن دي بابنته اللي هي زينب ابنة السيدة ايمان الكويتية طبعا هي عايشة في الكويت بتتكن اللغة الكويتية بهرت الناس بجمالها الساحر وكمان ادبها واخلاقها وتواضحها وبان اوي حبها الشديد لوالدها في ردها على الناس بكل ادب وكل اخلاق هي موليد 1998 عندها حوالي 23 سنة ما عرفش سكنت هي شكلها بيدي اكبر شوية من السن ده بس هي موليد المكتوب ان هي موليد 98 تدرس اعلام في الكويت ردت على الناس بكل ادب واخلاق واحترام وقالت انا والدي بصحة جيدة ولا يشتكي من شيء كفاية كده بس مش قالت اكتر من كده بكل هدوء وبكل انزل طبعا صورة والدها على صفحتها وقالت لكل الناس اللي هي بتحاول تطلع شائعات الاعمار بيد الله ليست يعني ما فيش حد هيختار عمره طبعا طلعت لأول مرة وهي مش مش بتحب الظهور كتير على السوشيال الميديا خصوصا ان هي كمان والدها حاول يعرض عليها اعمال كتيرة فنية ان هي تشتغل في الفن ولكنها كانت بترد بكل ادب ووقار ان انا ما بعرفش امثل فانا مش هقدر اشتغل في حاجة انا مش هقدر ادي فيها على الرغم ان هي بتدرس اعلام فعلا في الكويت ولكن قالت انا ما اقدرش امثل لاني انا ما بتكنش موهبة التمثيل زي والدي وقالت كمان بمنتهى الادب والجمال والاناقة والشياكة في كلامها كمان ان انا موهبة الفن ديت ربنا حطاها في والدي اكتر مني انا ما عنديش كدرة وموهبة على كده فطبعا بعد كده طلع كمان اشرف زاكي وقال يا جماعة حرم عليكم كل دي اشاعات وانا قاضي كل الناس اللي بتقول اللي بتموت الفنانين باخبارهم الكاذبة والشائعات وقال هو يتمتع يوسف شعبان يتمتع بصحة جيدة جدا وبالعكس كمان هو عنده فيلم مسلسل في رمضان القادم اللي هو اسمه بالحب هنعدي ان شاء الله هو حاليا بصور فيه فازاي هيكون تعبان او كده وهيكون بصور فده كمان كان رد رد نقيب الممثلين ان هو لا ده هو بصحة جيدة جادر بالذكر كمان ان يوسف شعبان قعد سنتين ماسك النقابة عمل سد الديون كتير جدا في النقابة عمل نادي لكل الممثلين الكبار والصغيرين للكمبارس عمل صندوق كان بيعالج الفقرة والممثلين اللي هما مش قادرين يتكفلوا بمصارفهم فعمل انجازات ولكن حاليا من وقت 95 لدلوقتي اشرف زاكي هو المتولي الموضوع طبعا ابنة زينب ابنة الفنان يوسف شعبان اكيد ما تحبش تسمع خبر وفاة والدها كل شوية من الناس والدك توفى وهو على قيد الحياة اعتقد كل واحد لعمره لكل اجل الكتاب بشكركم جدا سلام عليكم